سؤال بيقول سلام يا بونا أنا بنت عمري 25 سنة عمري مرتبطت وأنا من نوع اللي مش بيعرف يتدلع أنا صريحة شويتين ودبش مع أي ولد يحاول يقرب مني أو يحاول يقولي كلام حلو أو يمدحني في حاجة وبعامل كل الولاد اللي أعرفهم على نوم أخواتي وأصحابي وبس حتى لما كان في تعارف عملته على أن أنا أصحاب ولما عزمني في مطعم وما رضيتش أني أدفع معاه قلت له طب تعال أعزمك على عصير وفعلا عزمته وبعدها ما تكلمناش كتير ولما خطب باركت له لأنه ما تكنش في دماغي حاجة من نحيته كنا لسه بنتعرف بيتقالي أن كده غلط وما ينفعش وأني لازم أبطل دبش وأسمح للناس أنها تجميلني أو أن يقولولي كلام حلو وممكن لما حد يقولي كلام حلو أرد عليه بكلام حلو أنا شايفة أني لازم يستحمل دبشي علشان خاطر أعرف أطلع الكلام الحلو اللي جوايا لشرك حياة المستقبلي لا لا أنا مش موابق خالص يعني أنا لما أجي أكلمك بزوء وترد عليها بدبش عايزاني أكمل معاك إزاي علاقة تعارف وبعدين الولد هيخاف يقول إذا كنا إحنا لسه على البر وفي فترة التعارف وفي فترة الخطوبة بتكلمني بدبش أم الماء لما نتجوز هتعمل إيه هتزقلني بالطوب يعني دلوقتي بتخبط فيها بعد الجوز هتوبق أسوأ لا يا بنتي الإنسان الحكيم بيعبر عن الوداع اللي في قلبه بالإتضاع في إسلوبه والإنسان الطيب بيتكلم بإسلوب رقيق لكن هو كاد أنا طريقتي كاد وهتكلم الولاد كاد وهقول له كلام فوق دماغه كمان في إيه والموضوع مش خناقة يا بنتي ده أحلى ما في البنت اللطف والنعومة ده يعني المشكلة إن البنات اتغيرت ما بقتش زي زمان لكن ما ينفعش تقولي هو أنا كده ولازم أقول كلام دبش لأ طبعاً أنت كده شخصية آسف أنا نقولولك منفرة لأي ولد يحاول يقرب منك مش ضروري تقولي كلام حلو إن هو بيقولي كلام يعني غزل وإنت ترد عليه بكلام غزل لأ أنا موافق كنيدية زيادة لكن إحنا ممكن نقول كلام لطيف ابتسامة مشرقة أم اللي الولد عاوز يتجاوز إيه واحد صاحبه طبعاً ولازم يتجاوز واحدة تختلف عنه فالولد بيدور على الرئة وبيدور على الأنوثة اللي من مظهرها اللطف لكن لما يكون كلام دبش لأ طبعاً لازم تغيري الإسلوب ده بالراحة وبالتدريج بس لازم يتغير ترجمة نانسي قنقر